تور جمال لماذا يمكن أن تنجح هذه القمة؟ هل بمجرد العقاد نجحت هذه القمة؟ هل بمجرد جمع عقادة بعض الدول الإسلامية وإن كانت هي وصفت بالمصغرة تنجح هذه القمة؟ هل بمجرد العنوان البراخ لهذه القمة تنجح هذه القمة؟ لماذا يمكن القولة من هذه القمة نجحت لمجرد العقاد؟ أي قمة أو أي تجمع بشري لا ينجح إلا بأن يقوم بمتابعة التوصيات أو الأمور التي يحددونها ويتفقوا عليه أنا أقول لك أنه في الأساس أن هذا التجمع كان تحت مسمى في الأساس منتدك وللنبور الفكر والحضارة التي يرأسها هذا المنتدى يرأسه مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي وتم إدماج القمة من خلال وجود أيضا العلماء ودعوة رؤساء دول عدة كما أشار السيد مهاتير محمد إلى ذلك وهذا تقريبا الاجتماع الخامس أو السادس على ما أذكر لمتدى الفكر والحضارة الذي يرأسه ويقوم في كل عام على عنوان أساس مهم لتنمية الأمة الإسلامية وأحضره ويكون هناك جلسات وأوراق عمل بحسية تقدم هذا العام هو كما قلت دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية ومن ثم نستطيع وأنا قتبت مقالة في هذا السياق هل تنجح قمة كولنبور في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية ستنجح إن شاء الله ولكن بالعمل الحسيس والمتواصل والتكاتب بين هذه الدول وأيضا أن تفتح مجالتها للدول الأخرى وأنا أتعجب مثلا دولة مثل الكويت المازال لم تشارك هناك العديد أيضا من الدول الإسلامية في أفريقيا مثل نيجيريا وغيرها إذن لابد أن يكون هدف أساس في المنظمة هذه القمة أن يدعو باقي الدول الأخرى ولا يكون الأمر فقط في الإطار العاطفي ولكن لابد من المصالح المشتركة بين هذه الدول وهناك مساحات في الحقيقة مشتركة كثيرة جدا على المجال الاقتصادي على سبيل المثال ممكن أن يكون هناك جهد يبذل لدينا دولة مثل تركيا لديها صناعات حربية وصناعات عسكرية وصناعات مختلفة في مجالات مختلفة أيضا مليزة نفس الكلام قطر ممكن تدعم بالمال وغيرها من الدول إذن هناك أهداف عدة هم ذكروها في البداية عقد هذه القمة مهم جدا أن يجتمعوا عليها مهم جدا أن يدفعوا بالدول الأخرى للمشاركة بشكل أو بآخر مهم أيضا أن يتغاضوا عن الانتقاد الذي يوجه من هنا أو هناك لأنه بطبيعة الحال أي عمل ناجح أي عمل يسير بشكل منهجي وعلمي يحارب وخصوصا من الذين لديهم أفكار عدائية للشعوب الإسلامية والثورات العربية تحديدا